فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنباءنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قالوا أنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود قال الشيخ رحمه الله علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعلل النهي بإلة يجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود نعم ذكر عن غير الخلفاء ذكر عن حذيفة وعن ابن عباس والآن يذكر عن أنس ابن مالك لما رأى غلاما له قرنان من الشعر أمر بأن يغير هذا الشكل وأن لا يتشبه باليهود فنحن منهيون عن التشبه باليهود حتى في صفة الشعور في صفة شعر الرأس فأننا لا نعمل قرونا على شكلهم لأن هذا من التشبه بهم من أفراد التشبه بهم والقاعدة العامة منع التشبه بهم عموما لما يجره ذلك من محبتهم ومن استساغة أعمالهم وهذا مما يغير دين الإسلام شيئا فشيئا ترجمة نانسي قنقر